كان إعلان حجور منطقة منكوبة هو ما استطاعت الشرعية أن تقدمه لقبائل حجور بعد خمسين يوما من المواجهات المستمرة مع ميليشيا الحوثي مواجهة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني بسبب عدم تواجد مراكز طبية ولا إمكانات إسعافية في ظل حصار خانق تفرضه الميليشيا الأمر الذي يعرض حياة المصابين للنزيف حتى الموت مواجهات حجور أفضت حسب وزير حقوق الإنسان لدى الحكومة الشرعية محمد عسكر إلى مقتل نحو 62 مدنيا وتفخيخ نحو 24 منزلا وتهجير أكثر من 4000 شخص من 28 قرية الوزير أضاف في مؤتمر صحفي أن الميليشيا استهدفت مخيمات النازحين وقطعت الطرق إلى حجة في وقت عمدت فيه إلى تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية وهو ما يتعارض مع القانون الدولي واقع الحرب في حجور وتجاهل الشرعية لدعوات طلب الدعم يدفع إلى التساؤل حول جدية الحكومة الشرعية والتحالف في الحرب على الميليشيا خاصة وأن المنطقة لا تبعد سوى 18 كيلو متراً عن أقرب نقطة للجيش الوطني وفي حين باتت ميليشيا الحوثي تحكم قبضتها على معظم مناطق حجور فإن المخاوف من أعمال انتقامية قد تمارسها الميليشيا بحق أبناء القبائل لا يزال وارداً وهو ما سيضع الشرعية والتحالف تحت طائلة المسألة حول ما إذا كان لا يزالان في صف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي وهل لا يزال هدف إسقاط الانقلاب قائماً حتى الآن أم أن كل تلك الشعارات قد ذهبت أدراج الرياح بعد أربعة أعوام من الحرب التي لم تبق لليمنيين شيئاً